السلام عليكم حديث إليكم اليوم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات الحماية على موقعيكم مشروح عن ثغرة جديدة وخطيرة تضرب جميع نسخة الويندوز هذه الثغرة تدخل ضمن فئة Zero Day Exploit بمعنى أنها لم تكن معروفة من قبل ولا يوجد باتش رسمي لإغلاقها من طرف مايكروسوفت نفسها والخطير في الأمر هو أنه اتضح أنها منتشر على نطاق واسع مما يعني أنه من المحتمل أن يكون جهازك قد تعرض لها بالفعل لكن الخبر الجيد هو أن شركة مايكروسوفت المطورة لنظام الويندوز قدمت طريقة رسمية ومضمونة لحماية نفسك وجهازك من هذه الثغرة الخطيرة لذلك في هذا الفيديو أولا ستتعرف معي على هذه الثغرة الخطيرة ثم وبعد ذلك سوف تشاهد معي كيف تحمي نفسك منها بأمر بسيط تقوم بإدخاله في الطرفية أو موجه الأوامر فهيا بناء إلى التفاصيل أهلا من جديد أنا لم أرغب في أن أشرح لك كيفية تعطيلها مباشرة أو حماية نفسك منها لأنه قبل أن يتقدم أو يقدم لك أي شخص أي أمر لإدخاله في جهازك من المهم جدا أن تعرف أول ما هو هذا الأمر ماذا يفعل ولماذا تحتاج إلى استخدامه لذلك فجزء التعريف بهذه الثغرة لا يقل أهمي عن الجزء الثاني الذي تشاهد معي فيه بعد قليل إن شاء الله كيفية حماية جهازك منها أولا هذه الثغرة تستغل ميزة Microsoft Support Diagnostics Tools أو ما يعرف اختصارا بال MSDT وهذه الميزة من أهم الميزة التي تسمح لقسم الدعم في مايكروسوفت بمساعدتك في حل مشاكل الويندوز عن بعد بعد اتصالك به وتسليمهم إياك مفتاح خاص تقوم بإدخاله في الأدات وبالتالي تفتح قناة وصل بين جهازك ودعم مايكروسوفت من أجل مساعدتك في حل أي مشكلة تواجهوها لكن هذه الثغرة تستغل هذه الميزة في اختراق جهازك وتجعلها تعمل ضدك بدل أن تعمل صالحك واتضح كما سنرى بعد قليل إن شاء الله أن هذه الثغرة تستغل ما يعرف بملفات الورد خصوصا ذات الانتداد DOC وRFT وعادة تكون هذه الملفات ملغومة وبذورها تستدعي روابط معينة لتشغيل أداة مايكروسوفت سبورت دياغنوستيك تول وللإشارة فميزة الحماية Protected View غير قادرة على إيقاف عمل هذه الثغرة بحيث تتجاوزها بكل سهولة وبالحديث عن هذه الثغرابط الغريبة التي تستغلها الترى فسأخصص إن شاء الله قريبا إذا تيصل الأمر فيديو خاصة عن أمثلة عن هذه الثغرابط وكيفية عملها مباشرة لكن حاليا يمكن أن أعطيك فكرة عن هذه الثغرابط التي يمكن أن تستدعي بعض البرامج والميزات لتشغيلها على جهازك انطلاقا من برنامج آخر مثل متصفح جوجل كروم على سبيل المثال فمثلا الكالكيلايتور يمكنك استخدامها انطلاقا من متصفح جوجل كروم من خلال إدخال الرابط التالي وهكذا مع باقي الأوامر كما قلت سنرى إن شاء الله بعد الرابط قريبا في حلقة أو فيديو خاص بعد أن تحدثنا عن ألية عمل هذه الثغرة دعني أخبرك بأصلها وفصلها ونبدأ بالإسم فالإسم الذي تم إطلاقه على هذه الثغرة هو فولينا وذلك بسبب الوثائق التي كشفت عن هذه الثغرة لأول مرة حيث اتضح أنها تستخدم الترقيم 0438 وهو مفتاح منطقة فولينا في إيطاليا والمزعج في الأمر هو أن هذه الثغرة موجودة منذ فترة وتم إعلام مايكروسوفت بها من طرف مجموعة شادو كما تشاهد معي لكن للأسف مايكروسوفت لم تعتبرها مشكلة أمنية في ذلك الوقت لكن وبعد مرور حوالي شهر ظهر شخص يطلق على نفسه اسم ناوسيك ونشر تدوينة يوضح فيها أنه بالفعل عثر على ملف وورد في خدمة الحماية الشهيرة فيروس توطل واتضح أن ملف الورد ذاك تم استغلاله في نشر هذه الثغرة وبالتالي اعترفت مايكروسوفت بالفعل بأن الأمر يتعلق فعلا بثغرة أمنية وقد أعطتها ترقيم CVE-2022-3190 وبعد اعترف مايكروسوفت بهذه الثغرة بدأت تتولى التقارير من مصادر عديدة توضح بأن هذه الثغرة موجودة منذ فترة طويلة ونشطة بشكل كبير في غفلة من الجميع وخصوصا في غفلة من مايكروسوفت التي من المفترض أن تحمي مستخدم نظامه الويندوز من هكذا الثغرات إلى الآن نأتي إلى الطريقة الرسمية لحماية جهازك من هذه الثغرة والتي قدمتها شركة مايكروسوفت نفسها الرابط الرسمي لهذا المقال من شركة مايكروسوفت نفسها بالإضافة إلى الأوامر التي سوف نستخدمها إن شاء الله في هذا الشرح تجدها أسفل الفيديو الآن فقط شاهد كيف تستخدمها ولا تشغل نفسك بها كما قلت يمكنك أن تنسخها فقط من الرابط الموجود أسفل الفيديو ويمكنك أن تشاهد المصدر أيضا بنفسك إن أحببت إذن تجد عندنا أمرين هنا كما هو واضح يجب تشغيل الكموند بونت أو سي ام دي أو الطرفية بصلاحيات المدير أو الادمينيستريتور ران أز أدمينيستريتور أو إكزيكيتي أو انطرون كأدمينيستريتور لتشغيلها بصلاحية الأدمن بعد ذلك هناك ملف للباك أب عمل نسخة احتياطية من هذا الكي الذي سوف نقوم بتغييره في سجل النظام يجب أولا عمل نسخة احتياطية منه احتياطا فقط هذه النقطة للاحتراز فقط إذن كما تشاهد مايكروسوفت تعطيك المفتاح الذي يجب إدخاله ريج إكسبورت إيش كي كلاسر زروت ثم أمس أمس دي تي اسم الأداة المستغلة ثم تختار أنت فايل نايم أو اسم للمصار على سبيل المثال أمس دي تي ريج كي باك أب دوت ريج كما تشاهد هنا في آخر المصار عموما يمكن كنسخه من الأسفل كما قلت فقط قم بنسخي ولسقي هنا ثم اضغط على أنتر أو أنتخي من لوحك نفاتيه يقول لك the operation completed successfully بمعن أن العملية تمت بنجاح الآن نأتي إلى الأمر المهم جدا وهو أمر تعطيل هذه الأداة ومنع استخدامها من الرابط مباشرة حتى لا يتم استدعائها من أي روابط خارجية كما شاهدنا سابقا في الفيديو تم استدعائها من خلال متصفح جوجل كروم لكن الآن لن تستطيع استدعائها لاحظ معي بعد إدخال الأمر أولا تقوم بإدخاله ثم إضغط فقط على أنتر تمت أيضا العملية بنجاح لاحظ الآن إذا حاولت تشغيلها من متصفح جوجل كروم كما فعلنا في السابق لا تشغل كما تشاهد معي فقط يتم البحث كأنها يعني نتيجة بحث عادي في محرك البحث جوجل لكن لا يتم فتح الأداة كما كان الحال قبل تنفيذ الأمر وإذا كنت تريد استعادة هذه الميزة يعني فتحها انطلاقا من المتصفح أو من خلال الروابط الخارجية فيمكنك إدخال هذا الأمر لكن لا أنصحك بذلك فقط أدخل الأمرين الذين قدمتهم لك أولا هذا الأمر لا حاجة إليه فأنت لا تفتح الأداة من المتصفح أو من خلال الروابط خارجية على العمومة كان هذا كل شيء في حلقة هذه أتمنى أنها قد أفادت قموا على أمل اللقائبكم إن شاء الله في قادم الحلقات والصروحات على موقعكم مشروح دمتم أنتم وأجهزتكم وكل من تحبون في أمان الله